السلام عليكم وتابعي قناة معلومة فيدك فضلا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله السلام عليكم هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول النعناع؟ فوض صحية لا تعدى ولا تحصى وخصوصا للمرأة الحامل في الشهر التاسع النعناع يعتبر النعناع من العشابة العطرية التي تنتمي للفصلة الشفوية والمستخدمة على نطاق واسع حول العالم فعاد عن راحته المنعشة وطعمه المميز الذي يضيفه للطعمة المختلفة كما يحتوي على العديد من العنصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان ولسيما السيادات الحوامل الألواتي ينصحن بإدراجه في النظام الغذائي اليومي وخاصة في الأشهر الأخيرة وذلك لما يزوده للجسم من فوائد عديدة والتي سنعرفكم عليها في هذا الموضوع بالإضافة لذكر فوض نعناع العامة لصحة الجسم أولا فوائد تناول النعناع العامة لصحة الجسم النعناع يزيد تدفق الدم في الجسم وبالتالي يحسن من عمل الدورة الدموية ينشط عمل المخ وخليه وبالتالي قوة ذاكرة ويحميها من الأصابة بمرض الزهيمار يحافظ النعناع على صحة وسلامة القلب إذ ينظم مستوى نبضيته كما يحد من مخاطر صبته بالعديد من الأمراض والتي أبرزها تصلب الشرين والنوبة القلبية وضعف عضلة القلب وإنسدار الشرين يقوى الكبد ويحافظ عليه يساعد على تهداءة الجهاز العصبية ينظم عمل البنكرياس وبالتالي ينظم معدل السكر في الدم وهذا بدوره يساهم في الحد من الأصابة بمرض السكرية يعالج تهيج القولون يساعد على تهداءة الجهاز العصبية يقتل الددان والبكترية والطفيليات التي قد تصيب جسم الإنسان يوالج الاضطربة العديدة التي تصيب الجهاز الهضمية والتي تتمثل فيه الماص والتهاب المعدة والإمساك والإسهيل يساهم تناول النعنع في القضاء على راحة الفم الكريهة يخفف الأمل لث والأسنين ويمكن استخدامه من خلال المضمضة بمنقوعه بشكل يومي يساعد تناول النعنع على توسيع الشعب الهوية وبالتالي يعتبر مفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من الزكام ويمكن استخدامه من خلال شرب كوب من منقوعه بشكل يومي يخفف ألم الدورة التنصية يحسن من الصحة الجنسية إذ يزيد من الرغبة الجنسية كما يعالج مشكلة الضعف الجنسية يقوى الشعر ويغذيه كما يحفز عملية نموه بصيلياته يوالج مشاكل البشرة المختلفة مثل حب الشباب والندبات والبثور يوالج البوسير ثانيا فواد النعنع في الشهر التاسع للمرأة الحاملة يمنع انتفخات البطن يساهم في علاج مشكلة الإسهال التي تصيبها الحامل خلال فترة الحملة يقلل الشعور بالغثيان والتقيؤ يساهم في ارتخال عضلات المتواجدة في البطن وبالتالي يحسن عمل وأداء الجهاز الهضمي ويمكن استخدامه من خلال غلي سبعة أورقة من النعنع الطوزج مع كوب من الماء على النار ثم إضافة نصف من العق كبيرة من العسل الطبعية ونصف من العق كبيرة من عصير الليمون الطوزج ومزج المكونات معا ثم يتناول المزيج يقمن الأصابة من الالتهابات المختلفة يقلل من النزلات المعوية ملاحظة بالرغم من الفواد العديدة التي يزود النعنع للحامل إلا أنه ينبغي الاعتدال في تناوله لأنه قد يسبب حدوث مضاعفات صحية خطيرة والتي أبرزها زيادة معادلة الحمضة المعوية أو تفوق معرض الحصى في المرارة أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفع إلى رمز الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر